الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلة تفسير رؤية صرقة استوانة الغاز في المنام صرقة جرة الغاز في المنام علامة على أزمة كبيرة أو خسارة مدية كبيرة لصاحب الرؤية هذه الأيام والله أعلم من يرى في حلمه صرقة استوانة الغاز والله أعلم علامة على أزمة كبيرة يعاني منها صاحب الرؤية هذه الأيام في حياته حلم الشخص صرقت استوانة الغاز علامة على الظلم الشديد الذي يتعرض له صاحب الرؤية خلال عمله في هذه الأيام رؤية الشخص صرقت جرة الغاز علامة على المجهود الذي يقوم به صاحب الرؤية بشكل كبير دون عائد عليه والله أعلم صرقة الدواء من شخص تعرفه في المنام علامة على قصرة الهموم الذي يعاني منها صاحب الرؤية هذه الأيام في حياته من يرى في حلمه صرقة الدواء تكون علامة على الضيق الشديد الذي يشعر به صاحب الرؤية وعليه في قصرة الاستغفار والله أعلم حلم الشخص صرقة الدواء من شخص لا أعرفه في المنام والله أعلم علامة على التخلص من بعض الهموم بشكل كبير خلال هذه الأيام رؤية صرقة الدجاج في المنام علامة على الحظ السيء الذي يصاحب صاحب الرؤية هذه الأيام من يرى في حلمه صرقة الدجاج علامة على السمع السيء الذي يعاني منها صاحب الرؤية هذه الأيام رؤية صرقة الدجاج في المنام علامة على أن صاحب الرؤية مشغول بحياته ويهمل بشكل كبير العبادات كما تدل رؤية الشخص صرقة الدجاج في المنام علامة على الحظ السيء لصاحب الرؤية رؤية صرقة الباص في المنام والله أعلم علامة على الفشل الذي يعاني منه صاحب الرؤية هذه الأيام كما تدل رؤية صرقة الباص في المنام علامة على انتهاء الخيرات التي كان يتمتع بها صاحب الرؤية وبداية معاناة شديدة له تلك الأيام رؤية صرقة الباص في المنام والله أعلم علامة على ضياع الوقت بشكل كبير في أمور تفهل الغاية صرقة الباص في المنام علامة على الفشل في دخول المشاريع خلال هذه الأيام والله أعلم صرقة الوسائق في المنام علامة على التشتت الذي يظهر به صاحب الرؤية بشكل كبير هذه الأيام من يرى في حلمه أن هناك بعض الوسائق قد سرقت منه علامة على وجود أشخاص كرهين وحاقدين له في الحياة والله أعلى وأعلم